ننتقل إلى ملف آخر في هذه الساعة حيث أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على عدة جبهات وفي حواره مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية حذر الرئيس من أن تغلغل الإخوان في المنظمات الخيرية وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية يمثل تهديدا وجوديا للدول مضيفا أننا نعاني كل يوم من حملات التشويه التي تهدف إلى نشر الشك والفرقة في صفوف المصريين وأشار رئيسي لأن دولة تسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى كما شدد على أن القوات المسلحة مستعدة دائما للدفاع عن مصر وعن ضمان أمنها القومية في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات ترجمة نانسي قنقر